قررت حكومة نتنياهو الانقلاب على قرار خطة فك الارتباط عام 2005 والتي أقرها أنذاك رائل شارون وقضت بالانسحاب من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية بين مدينتين نابلس وجنين مصادقة الكنيسة الإسرائيلي على عودة المستوطنين لمستوطنات جانيم وكاديم وصانور وحومش يمهد الطريقة لتطبيق فعلي لجوهر الاستيطان في مصادرة آلاف الدنمات وشق الطرق الاستيطانية ولا ربما أبعدوا من ذلك في تهيئة الأوضاع القانونية إسرائيليا لشرعنة البؤر التي بنيت منذ إقرار خطة فك الارتباط قبل 18 عاما وليس فقط صب زيت وإنما هو إشعال المنطقة تفجير للمنطقة يعاد المستوطنون الذين تم إخلاؤهم بقبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى إلى مستوطنات الضفة وخاصة في منطقة جينين أنت تتحدث الآن عن المستوطنات أغلبها في محافظة جينين ونابلس القرار الإسرائيلي ورغم عدم تحديد التفاصيل وظروف عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية إلا أنه يأتي في توقيت حساس وسط محاولات لاحتواء ضروة التصعيد يقول الفلسطينيون إن ما يحدث هو اشتتاث للموقف الدولي باعتبار الاستيطان بكافة أشكاله مخالف للقانون الدولي ويقضي على حل الدولتين في المنطقة قرار بصراحة ضد الشرعية الدولية ضد أي مبادر الآن أو هناك تفكير بأن يكون هناك مبادرات لخلق آفاك سياسي إسرائيل تواجه المجتمع الدولي بمثل هذه الكرارات إذن إسرائيل هي على مكشوف تريد نهب الأراضي وسركة الأراضي لرضاء المستوطنين وهذا مخطط إسرائيل لا تفكر إلا في الاستيطان طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف سياساتها الأحادية الجانب عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربع المخلى شمال الضفة الغربية سيكون أشبه بصب الزيت على النار في منطقة تشهد حالة التوتر المستمر منذ عدة سنوات يقول مراقبون أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الحالية تقود بالمنطقة نحو الانفجار ونقطة لا عودة إلى طاولة التفاهمات خالد بدير قناة الغد من مستوطنة سانور المخلى شمال الضفة الغربية فلسطين شمال الضفة الغربية شمال الضفة الغربية